اللي هتدي له حقك بقى كمان دلوقتي اوي اوي هو مرس الكورن المديل الفني ليه النادي الاهلي وهتدي له حقه برسائل مهمة جدا قالها اللعب النادي الاهلي بعد التتويج بكاس السوبر الرسائل دي اللي هرال قدام حضراتكم دلوقتي فيها بين السطور الكثير هتحدث عنها ولكن بعد ما اقرلكه هو قال ايه للاعب النادي الاهلي بعد التتويج بكاس السوبر تعالوا نشوف مارس الكورن عقب التتويج بكاس السوبر قبل اللعبين في الامارات بوجود مران في ملعب التتش بعد الوصول مباشرة الى مصر لديك الوقت قبل مواجهة الداخلية في الدوري وهو ما حدث بالفعل حيث تضرب الفريق بعد وقت قليل من وصوله وتم الاحتفال باللعبين في النادي من جانب الاضاء يعني الاهلي وصل من الامارات راح على التتش على طول يتضرب اول حاجة التزام قبل بداية المران حرص كولر على عقد الجلسة سريعة مع اللعبين استمرت ما بين 10 الى 15 دقيقة تحدث فيها المدرب عن مواجهة السوبر والتتويج بالكاس أمام الزمالك وكان حديث المدرب في أكثر من اتجاه قال لهم ايه؟ تعالوا نشوف وجه المدرب السويسري الشكر للعبين على الأداء في السوبر والالتزام بتنفيذ التعليمات الفنية لكنه وجه لهم عتاب بسيط لعدم تنفيذ بعض التعليمات التي تم الاتفاق عليها قبل المباراة وقال لهم نصا هناك تعليمات لم تنفذ تسببت في بعض المشكلات على مرمانة وأيضا هناك تعليمات لو كان الفريق نفذها لكانت النتيجة أكثر من هدفين لصالحنا يعني شايف؟ تكسبان السوبر وكسبان الزمالك 2-0 وعلى الورق الزمالك ربما أجهز من الأهل قبل المباراة السوبر ورغم كده بيلوم على لعبين قال كله أيضا للعبين ما قدمتوه في السوبر مقبول خصوصا وأن المباراة في بداية الموسم وأن تبدأ العام ببطوله على حساب منافس كبير هو أمر جايا للغاية لكن ما زال المشوار أمامنا طويل لتحقيق الأهداف التي نسعى لها أيضا أكد المدرب السويسي للعبين أنه سعيد للغاية بعدم شعور أي منهم بالضيء بعد القرار الذي أبلغهم به في الإمارات بخوض المران على ملعب التيتش فور الوصول إلى الكاهرة وقال نصا مبسوط أني ما شفتش حد مكشر ولا حد زعلان بعد ما قلت فيه تمرين حلو حلو وأنا عايز أقول لك حاجة بس هقولها لك يعني هقولها لك بعد مخلصها تخص لعبين نادي الأهلي وعلاقتهم بكولر طلب كولر لعبين نادي الأهلي بإغلاق ملف مباراة السوبر وإقاف أي احتفالات والتركيز في مواجهة الداخلية المجبلة بالدوري حيث أكد أن الداخلية فريق جيد للغاية ولابد من التركيز أمامه لمواصلة المشوار في الدوري بنجاح ختم المدرب حديث سمع لعبي الأهلي قائلا أي لعب فاكر أنه خارج حساباته هو غلطان أنا بقول لكل اللعبين ركزوا واكتهدوا وخليكوا جايزين للفرصة في أي وقت عشان لما الفرصة تيجي تقدر تنفذ المطلوب ترجمة نانسي قنقر